أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من Mac the Tech يوم بدنا نحكي عن Power BI على الايباد والPower BI على الايباد هو مدعوم من السيرفزز يعني بدكم تروحوا على الوبسايت أو على البراوزر تاعكم Safari Edge اللي بدكم ييه وبقلب البراوزر بيصير فيكم تبنوا ريبورتاتكم وترفعوا علي بياناتكم مش بقى ملزومين بانه يكون عندكم كمبيوتر وPower BI Desktop لتقدروا تعملوا ريبورتات صار فيكم تعملوا ريبورتات دايركلي على الايباد مع فل فنكشناليتي يعني حتى فيكم تزيدوا measures measure column فيكم تركت بوداكس وكتير امور وعلى الايباد لما منيجي على الايباد دغري منفوت على Safari وبس نفوت على Safari حنفوت على Power BI.com أو App.Power BI.com ومنفوت على صفحة Create بس نشوف لCreate صار فيه شي جديد هلا اسمه Get Data والget data كانت مش موجودة هون كانت Preview Feature وهلأ صارت موجودة للكل والكل فيه استخدامها وهون نحن نشير على الايباد يعني ما فيه داعي تشتغله على الكمبيوتر أو يكون عندكم Power BI Desktop فنكبس على Get Data ونكبس عليها بيفتح لكم هيدا الشاشة فيكم تروحوا براوز وتختاروا البيسيكل سيلز داتا اللي هي Excel sheet وهلأ عمجيب منها الدياتا أنا لا أستعملها وبنعمل Next نستخدم الشيط اللي اسمه Bicycle Data أو فينا نستخدم التابل اللي اسمه Table 3 واللي بقلبها كل الايتم وفينا نعمل متل ما بنعمل بأي Power Query على الديستوب Power Query نعمل Transform Data وهون بتلاحظوا فتنة على القويري مود وعلى القويري مود فينا نعمل نفس اللي بنعملهم بالPower Query اللي على الديستوب إن كنا بإكسل ولا Power BI دستوب يعني مثلا أنا هون عندي السيلز وعندي المارجن بس ما عندي المارجن برسنتج ففيني بالتالي روح قاد COLUMN وقال بالكسطم COLUMN وبقال بالكسطم COLUMN بقال له بدي المارجن برسنتج وبقلب الفورميلة هون بدي أعمل شو بدي أجيب المارجنز وقسم المارجنز على السيلز فاليو بناخد المارجن ونقسمه على السيلز فاليو وهيك بيصير في عندكن نيو أدت قولم في بقلبه البرسنتج وفينا بنعمل مثل ما بنعمل بPower Query بنقل له تشينج تايب وبالشينج تايب بنختار إنه يكون برسنتج ولاحظوا فيكم تعملوا تشينج تايب كمان للسيلز فاليو لأنه السيلز فاليو منا اخذي دسمل اخذي هول نمبر فمنعملها دسمل هيك أضبط بنقل له كريايت ريبورت ومجابا تقول له كريايت ريبورت بدي سألك شو بك تسمي الريبورت وهنا سنسمي الريبورت أنا تاست أندرسكور تاست أندرسكور بايك وبتكون نديروا باكم لازم تسايفو ببريميوم سايت يعني لازم يكون عندكن أول شيء بريميوم كباسيتي على السيرفوس ويكون عندكن بريميوم سايت لتقدروا تسعملوا ريبورت وتقدروا تستفيدوا من خدمات كوبايلت على الريبورت إذا ما عندكن فيكن تكملوا بالريبورت ولكن من الأساس ما رح يقبل يفوت إذا ما فيه بريميوم كباسيتي سايت عندكن وهيك منشوف بلش يعمل شيء اسمه كريايتينج سيمانتيك موضل لا ريبورت اسمه تاست بايك وويتينج تو اوبن ريبورت اللي هو انتايتل وتمام فتنا بالريبورت وعندنا تايبل ثري هون وحتى مثل الديستوب فيني اعملها رينام فيني اعملها اللي بدي اياه لالتيبل ثري بس بدي اعملها وين لما يكون بالأوبن داتا موضل هلا إذا أنا بدي ضيف ماجرز قبل ما أعمل أي ريبورت أو قبل شيء بروح على أوبن داتا موضل مجرد ما أعمل أوبن داتا موضل بيفتح الموضل ليقدر يشتغل بالسيمانتيك موضل طبعا هيدا مش كأنكم رايحين على الباور كويري لا هون صار فيكم تستخدموا داكس ماجرز اللي موجودة بالباور بي اي داستوب بس على السيرفزز بس قبل بتكون تعملوا تشيلوا لفيوينج من هون وتعملوا إن أديتينج موضل لتقدروا تضوو كل الاشياء اللي ما كانتم مضوئئة ولهذا الشي سير كونفرتيك سيمانتيك موضل لحتى نقدر نعدل عليه ونضيف داكس ماجرز وهلأ لاحظتوا ضووا كل الهول هلأ صار فيني زيد نيو ماجر وبهيدا نيو ماجر مثلا نقول بدي سمي أنا underscore sales وبقل له equal وبدي السم تبع table 3 sales value in USD وصار عندي sales هون لاحظتوا الماجر صار موجود وفيني أعمل كمان another measure وهيدا الماجر بدي سميه underscore margin ويكون equal sum of شو margins وهيك صار عندي كمان ماجر للمرجins وفيني كمان بعد زيد another measure اللي هو percentage كمان margin percentage وبقل له equal وهيدا بيكون المرجن بيكون underscore margin اسمي underscore sales وهيك ولا أحلى من هيك خلصنا تقريبا أغلب الأشياء اللي بنا نعملها بهيدول القصص فينا كمان بنفس الوقت كمان نزيد column إذا بدنا نعمل أي شيء عبر على table هنا وفيكم تشوفوا كل الموضل وكل القصص اللي بدنا إياها بالموضل هنا وإذا كان عندكم هذا الشيء موصول على power bi desktop ستشوفوا functions إذا استعملتوا user defined functions لا تنسوا آخر حلقة كانت على اليوتيوب هي على user defined functions سأترك لكم رابط تاعة فوق طب هلا مما أنه خلصنا صار فيني سكر الموضل هون وبيجي بعمل simple refresh هون على هذا الريبورت مجرد ما عملت refresh لاحظوا إجهوا المجرس كليتهم اللي عملتهم بالopen data model إذا أنا بدي أعمل ريبورت على السريع كل اللي علي أعمله بفوت على copilot وبقال له create a new report page بطبيعة الحال copilot هيسألني شو بدي أنا هقال له surprise me مجرد ما قاله surprise me هو منه لحاله سيشوف الريبورت اللي عزوقه وأنا ما عندي مشكل بهذا الريبورت باستثناء هون في عندي مشكلة بهذه الداتا اللي هون خليني اضغر هدول حتى تدر تشوف أحسن مسكر copilot هيد الداتا عندي بس مشكلة صغيرة هون إنه في blanks فبيجي على regions وبقال له ما بدي شوف البلانكس ولاحظوا هيدا الريبورت صار interactive كل ما بتكبسوا وين ما بتكبسوا بتشوفوا اللي بدكن إياه وفوق فوق قادرين نشوف وفينا نضيف أي شي بدنا يعني يعني لنقول بدي ضيف فيلتر فيني أعمل هيدا الداتا كفلتر علي الداتا كليتا هون هيدا كان كل شي بتمنى هالحلقة تكون عجبتكن بتمنى تكونوا استفدتوا من هيدا الشي لأنه power bi على الايباد صار بيشتغل بشكل كتير طبيعي وإذا انتو بحاجة لهيك شي ما بقى بحاجة يكون عندكم كمبيوتر لتقدر تشتغل هيدا الشغل صار فيكن تعمل الانالسيس للداتا تعيد كم على الايباد دائركلي